اهلا بكم في موجز لاهم واخر الاخبار اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارات بترقية وتسوية اوضاع اكثر من اثنين وخمسين الفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية تم اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية بالاضافة الى اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية من خلال الاعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة الى التقعد إلى ذلك عقدت اللجنة الخاصة بتسوية أوضاع المبعدين العسكريين مؤتمرا صحفيا لمناقشة أبرز الجوانب المتعلقة بقرار رئيس مجلس القيادة الرئيسي والخاص بتسوية أوضاع 52 ألفا من المبعدين الجنوبيين وخلال المؤتمر الصحفي تطرقت اللجنة إلى أبرز الجهود التي قامت بها منذ تأسيسها في عام 2013 حيث وصل أكثر من 100 ألف ملف وتظلم إلى اللجنة تم اعتماده 52 ألفا فيما يتم العمل على باقي الملفات أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها عن الحريات الدينية في اليمن لعام 2022 وقال التقرير أن ميليشية الحوثي ارتكبت منذ 2015 أكثر من 3000 انتهاك ضد المساجد وأماكن العبادة وتورطوا في 109 عمليات قتل لرجال دين وأئمة وزعماء دينيين وأضف التقرير أن الحوثيين نشروا خطاب الكراهية ضد الأقليات الدينية في المناهج التعليمية وأشار التقرير أيضا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي رمم مقبرة يهودية في عدن كرسالة بأن عدن مدينة سلام استشد مواطن بقصف طيران مسير تابع لميشية الحوثي في منطقة حجر شمال غرب الضالع وأشارت مصادر محلية أن طائرة مسيرة قصفت بشكل مباشر منزلا كانت بجواره سيارة مدنية مما أدى إلى استشهاد سائقها والذي كان يقف بجانبها أثناء القصف وتأتي هذه التصعيدات العسكرية والانتهاكات الإسانية من قبل الميشية الحوثية وسط الجهود الدولية والإقليمية لاستمرار الهدنة والدعوات لإيجاد تسوية سياسية ترأس محافظ شبوى عوض الوزير اجتماعا موسعا للجنة الخدمات كرسة لمناقشة عدد من القضاء المتعلقة بجوانب البنية التحتية والخدمات العامة والمظهر الجمالي لمدينة عتق ووجه المحافظة مدير عام مؤسسة المياه وصرف الصحي بعتق بمتابعة سرعة استئناف العمل في مشروع الصرف الصحي للمدينة كما وجه لجنة الخدمات باتخاذ إجراءات قانونية تجاه ترخيص المشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها خلال الفتاة الزمنية المحددة لها داخل المدينة هذه المجزة للقاء